اختتمت اعمال مؤتمر نعمل معا من اجل تحقيق تطلعات تشراعية الذي اقامه مجلس الشورى برعاية معالي رئيس مجلس الشورى سيد علي بن صالح الصالح بمشاركة محلية ودولية واسعة وهدف المؤتمر الى التشاور والتحاور بين السلطة التشراعية والتنفيذية والمواطنين من مختلف الجهات المحلية والاهلية التواصل مع المواطنين وتلمس تطلعاتهم التشراعية هو المنطلق الابرز لمؤتمر معا من اجل تحقيق تطلعات تشراعية يحكي قصة تكامل الادوار والتحمل المسئولية والامانة التشراعية هلاوة على تبادل الخبرات والمهارات الاحترافية على ايد المختصين وذوي الخبرة اكملنا اليوم انعقاد السبع ورش العمل اللي بدأنا فيها بالجلسة الثانية من الامس والحمد لله رب العالمين معانا 300 مشارك في الورش موزعين على السبع ورش لاحظنا التفاعل الكبير في هذه الورشة يعني لحد الان يمكن كل ورشة حصدت حتى الان فوق الخمسين توصية اللي احنا نعمل ان شاء الله على فرسها وبيان نوعيتها وبيان هل هي راح ان شاء الله تكون تندرج تحت الامور التشريعية التنفيذية الرقابية وايضا راح نعمل من خلال اللجان المجلس النوعية الدائمة بنتحاور مع الجهات الحكومية حول آليات تنفيذها وخلال يومي المؤتمر شهدت قاعات ورش العمل مشاركة فاعلة من مختلف القطاعات والجهات التنفيذية والخاصة في المملكة والذين اكدوا على اهمية الاستفادة من مخرجات هذا المؤتمر لتطوير البنية التشريعية في مملكة البحرين طبعا بداية المشاركة المتنوعة في هذا المؤتمر تعتبر اول تباشير نجاحة ونجاح انعقادة واتمنى ان يتم عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي للسنوات القادمة احنا طبعا حرصنا في هذا المؤتمر ان نعتبر كل المشارك فيه شريك اساسي في عملنا التشريعي ورش جدا مهمة لتقريب وجهات النظر والافكار ونوع جديد من العصف الدهني ما بين جهات الحكومية بالنسبة للتشريعات سواء كانت سابقة او الحالية كانت جدا مفيدة ونصف في صالح المواطن لأول مرة يعني نتعرف على قرب مجلس الشورى دايما يعني نسمع مجلس الشورى يعني كسلطة تشريعية يعني فكان فيه رغبة انه احنا نحضر المؤتمر نفهم الفكرة التفاعل كيف حتكون مع القطاعات في البحرين كاملا يعني ومشاركتهم الهموم ومنها طبعا القطاع الصحي دكتور ابتسام الدلال كنا دايما نتناقش معها في التحديات اللي نواجهها في تطوير القطاع الصحي في البحرين فالورشدة العمل كانت جدا مفيدة لأنه الناس يعني حست بوجود السلطة التشريعية تتشارك معهم في همومهم هذا التنوع الكبير عكس حجم الاهتمام بالمؤتمر ومحتواه الذي شمل بمحاوره اهتمامات المشرع البحريني والمواطن والعامل في مختلف القطاعات ليلبي المؤتمر بذلك تطلعات الجميع من خلال فتح باب المشاركة وتبادل الآراء تقل المعرفة والتباحث والتشاور الذي شهده هذا المؤتمر يعكس ما يوليه مجلس الشورى من اهتمام كبير في اشراك المواطنين وذب الاختصاص في تطوير البنية التشريعية وفق مظلة قانونية شاملة وواسعة تنعم بها مملكة البحرين وتتزع لمختلف الآراء والمخترحات والتطلعات يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين